السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معايا في حلقة جديدة وحلقتنا النهاردة هنعرف فيها ازاي نستعلم وندفع فطورة التليفون الارضي عن طريق ودابون كاش بالرغم ان اه تطبيق ودابون كاش مفوش خدمة دفع اه التليفون الارضي او الاستعلام عن فطورة التليفون الارضي فالنهاردة ان شاء الله نعرف ازاي ندفع فطورة التليفون الارضي وكمان ازاي نستعلم عن فطورة التليفون الارضي بس يا ريت من ستوش تعنيه باقي الفيديو تعمله اشتراك في القناة هنروح على تطبيق وفرها تطبيق وفرها موجود على مدجر جوجل بلاي الناس اللي هي مش عارفة تطبيق وفرها تطبيق وفرها ده بيقدم لك عروض لبعض المحلات في المنطقة بتاعتك او المكان اللي انت بتروح فيه لو انت مسلا رايح زيارة المول معين هتلاقي عروض جوه المول ده اه من على تطبيق اه وفرها زي الاكل والشرب زي محلات الملابس وكل مكان بتروحه بتلاقي عروض من موجودة على التطبيق ده فالنهاردة اه موضوع حلقتنا ازاي ندفع فطورة التليفون الارضي عن طريق اه اه التطبيق وفرها وازاي نستعلم عنها وكمان ازاي ندفعها عن طريق اه فان شاء الله سيب لكم اللينك تحميل التطبيق في اول كومنت اسفل الفيديو. طيب هنفتح مع بعض التطبيق وفرها وعايز اقول لكم كمان ان التطبيق بيوفر لك اه خصم خمسة في المية او بيديك خمسة في المية على كل فطورة بتدفعها عن طريق الشهر اللي انت موجود فيه يعني انا في شهر ديسمبر فباخد خمسة في المية من الشهر بتاع خمسة ديسمبر على كل فطورة بتفعها على تطبيق وفرها. ادي التطبيق فتح معي هو اول ما فتح لي التطبيق بيقول لي هنا ادفع الاقصاد او ادفع اقصاد الفواتير ديسمبر وهيرجع لك خمسة في المية لو استخدمت الكود ده اللي هو دي اي سي خمسة فانا دلوقتي هروح على اول حاجة عاملها هدوس على انسق الكود ان انا اخد الكود ده بعد كده هروح على ادفع الفواتير بتاعتك او لو انا اه القائمة دي اتشالت من عندي تحت على ايدي الشمال بلاقي حاجة اسمها دفع الفواتير لو انا ضغط عليها كده هيطلع لي كل الفواتير اللي انا هدفعها زي المية والغاز والكهربا والتعليم وفواتير الموبايل وشحن الرصيد وحاجات تانية كتير جدا على تطبيق وفرها. طيب انا دلوقتي هروح على الخط الاردي لاني ده موضوع حلقتنا النهاردة. طيب انا دلوقتي اه دخلت على الخط الاردي. عندي هنا دفع فطورة الخط الاردي. هضغط عليها وهكتب الرقم بتاع الخط الاردي بتاعي. طبعا بكتب كود المحافظة وبعد كده بكتب الرقم الاردي بتاع الخط الاردي بتاعي او الرقم بتاع الخط الاردي بتاعي. بعد ما بكتب آآ الرقم بتاعي بادوس هنا على اتمام الدفع زي ما احنا شايفين هنا جاب لي رقم التليفون وقيمة الفاتورة ومصاريف الخدمة والاجمالي. مصاريف الخدمة هنا بتكون ستة جنيه. زي ما احنا شايفين الاجمالي هنا بتكون اربعة وسبعين جنيه واربين نرش. عندي هنا حاجة اسمها لديك كود خصم. بضغط على علامة الصح بتاعت آآ لديك كود خاصم. ويهي بكتب آآ اللي هو الكود اللي احنا اخدناه النسخ اللي هو خمسة. بعد كده بضغط على تطبيق عشان اخد الخمسة في المية كاش باك على دفع الفاتورة دي زي ما احنا شايفين زالنا آآ خانة جديدة اسمها كاش باك. وهيخسم لي او هيديني في المحفاظة بتاعتي على تطبيق آآ آآ وفرها آآ تلاتة جنيه واثنين وسبعين ارش. بعد كده هدوس على تأكيد الدفع. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي ممكن تدفع عن طريق آآ بطاقة آآ بنكية. او تدفع عن طريق محفاظة كاش او تدفع عن طريق الناس اللي هي مسجلة في انا دلوقتي آآ هدفع معكم عن طريق محفاظة كاش هضغط عليها وهكتب رقم الموبايل اللي انا آآ عندي ليه محفاظة على كاش بعد نبكتب رقم الموبايل باجي هنا بضغط على اتمام الدافع وطبعا بتأكد ان المبلغ آآ زي ما وزار قدامينا اربعة وسبعين جنيه واربعين ارشي. بدوس هنا على اتمام الدافع. جاي أرسالة هنشوف مع بعض مضمون الرسالة ده رقم السري رقم السري دوت آآ اللي هو الرقم ده انا باخده بيعباره عن كود الكود ده امان ليه حاجة امان ليه باخد الكود ده وبكتبه في وفارها الكود ده طبعا انا هستخدمه دلوقتي فلو انت استخدمته هتلاقي انه هو آآ خلاص استخدم يعني الكود ده اللي هو واحد وسبعين اربعين سبعة وعشرين واحد وواحد وسبعين اربعين سبعة وعشرين فهاجي هنا هكتب الكود ده عندي هنا الرقم السري للمحفظة بكتب الرقم السري للمحفظة وهي اللي هو الرقم اللي خدناه كان الواحد وعشرين اه تقريبا سبعين نتأكد منه تاني واحد وسبعين واحد وسبعين اربعين سبعة وعشرين واحد وسبعين اربعين سبعة وعشرين نحفظه معكم واحد وسبعين اربعين سبعة وعشرين ده الكود اللي هو المتغير طب هاجي هنا عندي آآ الرقم السري المحفاظ في دفون كاش بنكتب الرقم السري لمحفاظ في دفون كاش وبعد كده بتضغط على آآ يعني الدفع عن طريق محفاظ في دفون كاش وبتأكد طبعا المبلغ اللي هو الاربعة وسبعين كنيه فوق الموجود ده هو ده اللي هيتدفع بعد كده تضغط هنا على آآ يعني الدفع بواسطة المحفاظة زي ما احنا شايفين آآ ادي البيانات اللي موجودة قدامي ده رقم المحفاظة والمبلغ وكل حاجة وهدي الرسالة اللي جات لقيه تم دفع المبلغ من آآ للخط الارضي زي ما احنا شايفين كده خلاص خلاص كده انت دفعت الفاتورة بتاعة التليفون الارضي بدون اي مشكلة بس كده عرفنا ازاي ندفع فاتورة التليفون الارضي بتمنى الفيديو بتاع الارضي يكون عابكم يريد منزوش تعملوا كل الفيديو تعملوا اشترك لكم ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كان اسبوه وتعالى ان شاء الله ارد علي فاربات كان معكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته